هلا وحبايا بشلونكم؟ إن شاء الله تكونونا بخير وبصحة وعافية نكمل قصتنا اللي تشنت بأوهايو وقلت يعني قلنا نشحن للسيارة ونرجع لولايتنا لأريزوني لأنه مفادتنا أوهايو بس طبعا خسرت حوالي 150 ألف بهاي روحتنا لأوهايو ما بين شراء البيت والروحة والجاية والسفر بطائق السفر وإضافة إلى ذلك رحنا للجامعة اللي كان يدرس بيها وتقريباً كان دا يكمل السمستر الأول وبعدين قالوا ما يصير يعني ينسح بهذا ينسح بهذا لازم ندفعون مال السمستر الأول كله ودفعون دفعنا آلاف وبعدين قلت لهم إيه إحنا يعني لازم يعني نرجع مفادتنا هاي الولاية ما نقدر نبقى بيها وبعدين الغراض والأثاث اللي اشتريتها كلها عفته وإضافة إلى ذلك أول شي يشترى سيارة شي اسمها إيهاب سيارة بويك بويك ويعني ندعمت وغدت فد مرة ونذبت بالسكراب والسيارة الثانية اللي هي تيوتا كامري سولارا اللي هي يجود كلش حلوية يعني سيارة زيانة وغالية شترينا كلش حلوية سيارة غالية شترينا وبعدين يدور مع العصابت شية ستا طالب لتدرس زيان وبعدين هي هاي رادوا يسرقوها ومثل ما حشيت لكم العائلة وهاي فشحناها والشحن هم سوينا إجراءات الشحن هم كلفت 1500 دولار إجراءات الشحن فكلها كلها حسبتها يعني وروحات وجيات وهاي 1500 أقول 150 ألف دولار 150 ألف دولار خسرت بروحتنا وهاي كلها شم شهر ما كملت ستة شهر المهم رجعنا فشفتوا هاي العراقيين طبعا مو دائما اللي يسافرون يرحون الغير دولة ويتركون العراق يعني يتوفقون ويعني فوتون في فعلهم حتى لو كان يعني واحد ذكي وشاطر وزين وهذه هم جزء تجي مطبات او مثلا يصير علي فتشي هم الحظ يلعب دوره الحياة هي بأمريكا صعبة بس أمريكا هم أم الفرص يقدر الإنسان يعني يكمل دراسه إذا حفظه زيان وقفات فعله يقدر يدرس وبعدين يعني اللي جهالهم صغار يستفادون أكثر يفوتون في فعلهم يكملوا المدارس لأنه المدارس والثانوية الابتدائية والثانوية ببلاش يطوهم وجبات أكل يساعدوهم يعني دراستهم حفيفة بالشسمة فلو مكمل ثانوية لو يكون واحد مكمل باكالوريوس واحدة من ذنين فلو مكمل ثانوية ويجي ورأسا يدخل للجامعة لو مكمل يعني مثلا باكالوريوس مكمل خاصة اللي مكمل باكالوريوس هم يردي عيد لو يردي عيد لو يعادل يقولوا لعيد لو يعادل وهاي بس بالنسبة لابني هو صح شاطر وذيك وهاي بس شان بعد ما مكمل كلية الطيب وقطعناها ويجينا وما ندري شنا القصة إذا رجع من الصفر هي رجع من الصفر حشيتها رجع من الصفر حتى امتحنا ومال ثانوية وطلع الأول وهاي بس كل هاي يعني ما فادت هي الحظهم يلعب دوره فالعراقيين ما مرتاحين لا اللي بداخل العراق ولا اللي يسافروا قسم قليل اللي يعني استفادوا من سافروا وجهالهم صاروا يعني وبالشسمة كل شي كملوا أو هم مثلا يجون يعني ما عدهم دولار ما عد واحد يجي يجوز يعني يصير ويألف ويشتغلوا والحظ يحالفه فيعني هيش العراقيين يعني كل من وبخته وكل من وحظه وحسب ما يعني تكون هي الأمريكا هي هم أم المتناقضات بيها هواية أمور هواية متناقضات بعدين أحكي لكم بس مع ذلك يعني زيانة أمريكا أعتبر أمريكا أحسن من الدول الباقية من الدول الأوروبية لأن الدول الأوروبية هم أكو عدي صديقاتي بالسويد والألمانيا وهذه سافروا هم متعذبين ومشلوع قلبهم وخلوهم بالبداية يعني بقى معاكن مدى شلونة واي بينما يعني يعني بأمريكا يعني رأسا يطوو مثلا سكن يطوو راتب لمدة ستة أشهر وسنت يعني يمكن يظل يستمر مثلا فد مبلغ إلى أن يعني مثلا يوقف على حالة وإلى أن يلقوا للشغل يساعدوا بي أن يلقي الشغل حتى لو أشغل هيتشي أشغل طائفة بالمطعم وبالفندق وبالهاي بس يعني زيانة أمريكا يظلون يساعدهم العدم أطفال ويتعاكفون بياهم فيعني العراقيين تعبوا اللي بقوا بالعراق واللي طلعوا من العراق وسافروا للخارج إحنا بلا شفتوا يعني بعمان ما بقينا عمان بس بهالشي واحد زيان إنه أمان يعني الأمن زيان وهذه ورحنا لليمن لاكوا أمان مو الأمن مو زيان أمن هما يسرقون سرقونا ثلاث مرات تأذيانا مكان أماكن يعني مو شي مو حلوة واصخة وهوايا أمور بيها يعني ضجنا منها جينا لأمريكا يعني هو اللي يمشي عدل بأمريكا ويحالف الحظ يعني كل الزيان يعني يقدر يتوفق وكل شي زيان لأن هوايا سحتي لكم هوايا عوائل أكو بعض العوائل يعني توفقها ومشا وهذه وزيانين وهاي حظهم لأن زيان وهم مهم مثلا اشتغلها ودرسها أو بس اشتغلها وبس وإحنا صارتها معالينا لأن أبوهم توفى وجينا وهذه فصارت صارت الثقل والحمل علينا واني اندقرت من توفى زوجي وجايين هنا يعني مقهورين وسأرقين وهذه فأول ما يجينا احنا يعني كنا في مثل مصابين بإحباط المهم يعني فوصلنا هنا لأريزوني لولايتنا قلت له هسه ش تسوي تدرس لو تشتغل قال يعني بعد هاي ما اروح الأوهد لأ لا بعد هاي هاي الولاية ما تفيدنا ما توفقنا بيها يعني ردتها نقتل تأذيانا هذي قال زيان ماما ان شاء الله بالفيديو القادم أكمل لكم يعني القصة شوية شوية وتشوفون شن اللي صار شن اللي يجرى اذا عجبكم الفيديو سووا لايك وشير يعني كل هذا اللي داحتيها قصتي حقيقية عن ظهر قلب كلها بقلبي موجودة يعني شوكت ما احتيها لو بعد عشر سنين وهي من قبل عشرين سنة يعني داحتيها كلها مضبوطة ونفس القصة اللي موجودة بقلبي يالله واعي